قال النبي صلى الله عليه وآله 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 الذي يتكفل باليتيم لكن الكفالة بالنسبة لليتيم أن تعطيه من العناية ما تعطي لولدك دون نقص والنبي صلى الله عليه وسلم حدث هذه الكفالة قال حتى يستغني أو حتى يغنيه الله يعني حتى يصير في سن يبلغ أشده بحيث أنه يستطيع أن يستقل بنفسه أن يعتمد على نفسه ويستغني عن خدماتك أنت يكون أنت قد وفيت لله سبحانه عز وجل بحق هذا اليتيم واستحققت هذا الجزاء الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد حصدت هذا الفضل أبواب الخير متعددة الله سبحانه عز وجل نوع لأن الإنسان ليس كل إنسان قد يرزق بولد وليس كل إنسان رزق بولد رزق بره لأن الله سبحانه عز وجل في آية أخرى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم وعدوا لكم فاحذروهم هناك من الأبناء من طبعا في بعض الأحيان يصدر منه أو يلاقيك من الصناعي القبيحة ما لا يلقاك به أبناء جيرانك أو أبناء يعني غيرك قد تجد الرحمة في الغريب والإحسان في الغريب وتفقدها عند أقرب الناس إليك لكن تبقى مكانة الأم مكانة لا يدانيها مكانة لا تدانيها ولما تغيب الأم يدرك الإنسان المعنى الحقيقي للأمومة والمكانة الحقيقية الحق للأم إما أن تفقد أمك وإما أن ترزق بولد فتكون حريصا على أن يبرك صحيح